موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين رئيس الجمهورية يثمن دعم المملكة السخي وحرصها على تحقيق السلام الدائم في اليمن الحكومة تسلم مجلس الأمن الدولي تقريرا يثبت تحالف ميليشيا الحوثي مع داعش والقاعدة اطلاح حضر موت يدين اطلاق الرصاص على المتظاهرين ويعلن تأييده للمطالب الشعبية المشروعة أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم منحة لمشتقات نفطية بمبلغ أربعمائة واثنين وعشرين مليون دولار من البرامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الجمهورية عبد الربع منصور هادي وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن المنحة النفطية تأتي دعما للحكومة اليمنية في صعيد تقديم الخدمات للشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار ومواصلة المملكة لوقوفها مع الشعب اليمني والتخفيف من معاناة المواطنين وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في اليمن والتأييد الدولي للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل ثمن رئيس الجمهورية دعم المملكة السخي وحرصها على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار فيه أكدت المملكة العربية السعودية على حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف الاعتداءات التخريبية العدوانية التي تطال منشآتها الحيوية من قبل ميليشيا إيران الحوثية جاء ذلك في بيان نشرت وكالة واس عقب جلسة بالاتصال المرئي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجدد مجلس الوزراء السعودي إدانته للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وقال مجلس الوزراء السعودي إن المملكة تتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية ووقف تلك الاعتداءات وأوضح مجلس الوزراء السعودي أن الاعتداءات الحوثية تمثل استمرارا للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للميليشيا بما يحقق أجنداتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي وتأكيدا لرفض ميليشيا الحوث الإرهابية لمختلف الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية لسيما بعد إعلان مبادرة المملكة للسلام قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح إن استمرار الميليشيا الحوثية في قصف المدن اليمنية ومخيمات النازحين والمدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة في الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية مؤشرات تؤكد بأن الشعب والإقليم والعالم أمام عدو لا يملك قرار ويتلقى إملاءاته من إيران وأوضح نائب رئيس في اتصال هاتفي مع محافظ محافظة ماري باللواء السلطان العرادة أن ميليشيا الحوثي تعتمد استراتيجية الحرب والدماء والمماطلة وتزييف الحقائق واستغلال الجانب الإنساني كخيار وحيد للبقاء في حين يقع خيار السلام وأمن اليمن واطمئنان اليمنيين خارج اهتماماته على الإطلاق أشاد نائب رئيس بالجهود المبذولة في مختلف الأصعدة والثبات الستوري لأبطال الجيش الوطني والتلاحم الذي تشهد مختلف الجبهات لردع الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران وعرب نائب رئيس عن تقديره لدور الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم إلى جانب اليمنيين في العمل على استعادة الدولة ورفض تحويل اليمن إلى ولاية مرتهنة لتوجيهات ملال إيران وجهت الحكومة اليمنية تقريرا إلى مجلس الأمن يثبت العلاقة والتعاون بين ميليشيا الإرهاب والتنظيمات بين ميليشيا الإرهاب الحوثية والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في اليمن وسلمت البعثة اليمنية في الأمم المتحدة التقرير المكون من 21 صفحة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد موجهة إليها وإلى أعضاء المجلس وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي أفرجت عن 252 سجينا من عناصر القاعدة كما أفرجت عن أحد مخطط الهجوم على السفينة يو اس اس كول وأشار التقرير إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة في اليمن عمليات صورية وأن 55 من عناصر القاعدة في صنعها تحت رعاية ميليشيا الحوثي أوضح التقرير أن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها لميليشيا الحوثي للاتفاف على الجيش وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا في صفوف ميليشيا إيران الحوثية أكد التقرير المدعم بالصور والجداول أن العلاقة الحوثية الوطيدة بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار وحدة اليمن ومحيطها الإقليمي وخطوط الملاحة الدولية بصورة تحتم على المجتمع الدولي الرافع لراية الحرب على الإرهاب أن يطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى قالت الحكومة اليمنية إن ميليشيا الحوثي تمارس الخداع في التعاطي مع الجهود الدولية لإحلال السلام وتجعل من ذلك وسيلة لكسب مزيد من الوقت لتحقيق مكاسب ميدانية وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لصحيفة الشرق الأوسط إن كل الدلائل تشير إلى عدم رغبة ميليشيا الإرهاب الحوثية في التهديئة أو إيجاد حل سياسي شامل وأوضح بادي بأن تصعيد الميليشيا الحوثية مستمر ضد المدنيين ومخيمات النازحين في مأرب أوضح بادي أن وقف إطلاق النار والتوقف عن قتل المدنيين هو في صميم العمل الإنساني ووقف الهجوم على مدينة فيها أربعة ملايين مواطن وما يقارب من مليونين نازح وملف إنساني بحت وأشار راجح بادي لأن الحوثي يريد أن يشتري الوقت كي يثبت لمموليه الإيرانيين قدرته على إنجاز معركة فيما هو لم يعد قادرا سوى على قصف المدنيين تلاحقهم الحرب وقذائف ميليشيا الإرهابي والإجرام الحوثية من مخيم إلى آخر وتضعهم مناظير السياسة المزدوجة للمجتمع الدولي خارج مدارات الرؤية والقلق المعهود منه عن الوضع الإنساني في اليمن مع أي خطة جديدة للسلام وهذا ما يحفز ميليشيا الإرهابي الحوثية على مزيد من القصف اللامكترث بضحاياه المدنيين في مخيمات النزوح على الدوام لا يكادون يحطون رحالة شردهم الداخلي إلا ويجدونه هدفا طارئا في مرمى الهجمات الإرهابية الصاروخية الحوثية حيث يبدأ النازحون رحلة شاتات جديدة على منحنا لا نهائي في درب المجهول وخلال فترة عام ونيف من يناير 2020 إلى مارس 2021 تسبب القصف الصاروخي الحوثي على مخيمات النزوح بمأرب في أكثر عملية تهجير قسري لأكثر من 2600 عائلة نازحة يشكل الأطفال والنساء النسبة الأعلى من بين أفرادها وأغلق القصف الحوثي حياته 27 مخيما بعد تضرر كثير من المساكن وسقوط ضحايا مدنيين جراء استهدافها بالقذائف ما دفع الناجين لموجة نزوح هو الثالث والرابع في جدول تشردهم المتجدد النزوح مجددا ولمرات عديدة يفقد النازحين المتضررين من الحرب والذين غادروا ديارهم ومناطق عملهم ومعيشتهم القدرة على مواجهة ظروف حياة صعبة تزيدها هجمات الحوثيين المستمرة وغياب خطط المواكبة العاجلة لبرنامج الاستجابة الإنسانية الطارئة من المنظمات الأممية تعقيدا أكثر كارثية وتعد مخيمات النازحين داخليا منطقة آمنة وهي محمية إنسانيا بموجب منظومة القوانين والاتفاقات الدولية وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي الذي يحمي المدنيين من المساس بهم من أي طرف كان في أطراف الحرب والصراع حماية المخيمات الإنسانية من القصف الصاروخي هو ما يطالب به النازحون الذين يعتبرون القصف انتقاما موجها ضدهم بدافع العقاب الجماعي لكونهم رفضوا دعوات التجنيد الحوثية والخنوع للميليشيا كما طلبت إدارة المخيمات الأمم المتحدة بتحقيق دولي عاجل في جرائم الحوثيين ضد النازحين الرحل قال وزير الدفاع الفريق ركن محمد علي المقدشي إن فقيد الوطن الشيخ علي بن صالح شطيف كان هامة وطنية حيث دافع عن النظام الجمهوري ووقف في وجه المشروع الإيراني الميليشيوي المتوثل في الحوثية الإمامية حتى لحظة وفاته الشيخ علي صالح هامة وطنية قوية سواء في الجانب القبلي أو في الجانب السياسي أو في الجانب العسكري وكله دور كبير في الكفاح في الظروف التي تمر بها البلد فقد كافح وقعت على الحوثيين حتى توفىها الله بالمرض وكان مرضه وهو في الجبهة في الخطوط الأمامية وذل الله الأرض ولذلك فهو خسار على الشعب الإيماني ولكن هذا سبيل لنا سبيل الناس الوطنيين الناس الوخلصين أن يلقوا الله سبحانه وتعالى يأمن بالشهادة أو أمن بالوفاة وكلها إرادة الله سبحانه وتعالى ولذلك الناس كلهم في هذا الطريق ولم يتلفت الإنسان يمين هو شماله يلقى زمالة سواء شخصية الشمعية أو قايدة عسكرية أو زمالة حتى في الميدان كان معظم الناس قد ما ستشهد وناس توفى فالناس كلهم إلى هذا الطريق ولكن عزائنا أن هذه الشخصيات الوطنية أني بتكافح ضد الظلم وضد الاحتلال الفارسي وهي توفت وهي تناظل وتكافح وتجاهد في سبيل الله دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع ميليشيا الإمامة والتمرد الحوثية في جبات المخدر شمال غرب مأرب أظهر تصوير جوي أثناء عملية قصف مدفعية الجيش الوطني لخنادق ومواقع ميليشيا إيران الحوثية في الجبهة يظهر تصوير دقة القصف المدفعي الذي استهدف عناصر ومواقع الميليشيا كبدهم قتلى وجرحا ترجمة نانسي قنقر عبر نجل الشهيد القائد اللواء أمين الوائل عن فخره واعتزازه باستشاد والده في مواقع الشرف والبطولة ضد ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية من جهتي قال العقين عبدالله الحمزة إن معنويات الأبطال زادت صلابة بعد استشاد اللواء أمين الوائل مؤكدا استعدادهم لمواصلة الكفاح على درب الشهيد وكافة الشهداء حتى استعادة كافة المحافظات الحمد لله على ما أصابنا إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا مصابنا أليم لكن ما يعزنا فيه أنه شهيد في مواطن عزة والشرف والكرامة ارتضى الله له هذه الموت الشريفة بعد أن نجاه من موت الفراش بفضل الله له الحمد والفضل والمنة ورسالته للجميع من كان له محبا ولوطنه مواليا أن يسير على مسار عليه الواحد إذا أراد أن يحصي مناقب الشهيد اللواء الركن أمين الوائلي لا يستطيع والله نحن نقف في مقام العاجز عن وصف مناقب الشهيد رحمه الله الشهيد أمين الوائلي شهيد من نوع آخر ولكن حين يستشهد قادتنا في الخطوط الأمامية نعلم ونثق كل الثقة بأننا على الحق وأننا على طريق الحق وأننا في طريق الله عز وجل ووالله مهما كان فشهادة الشهيد أمين الوائلي لم يستشهد إلا وقد صنع آلاف أمين الوائلي من خلفه أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعلي مقامه فعليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلحبنا به عاجلا غير عاجلا يا رب العالمين معركة الجمهورية هي معركتنا جميعا ولا لأحدا منا عذر وعزاءنا في الشهداء في الجبهات من أراد خيمة العزاء فخيمة العزاء توجد في الجبهات والميليشيات منتحرة وبإذن الله في الأيام القادمة ستكون مقابلتنا في صنعاء وفي سبعين أقام مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب ومؤسسة وطن التنموية لقاء مؤسع للخطباء والدعاء في المحافظة وشدد اللقاء على ضرورة توحيد الخطاب الدعوي بما يخدم المعركة الوطنية وتلاحم الشعبي ضد المشروع الإيراني الإرهابي السلالي في اليمن نحو ترشيد الخطاب الدعوي والعمل على ترتيب الجهود في مواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية أقام مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب ومؤسسة وطن التنموية لقاء موسع للخطباء والدعاء في المحافظة هدف اللقاء تنشيطي للجانب الإرشادي والدعوي لتحفيز الخطباء والمرشدين والعلماء للحركة في الحاضنة للقيام بدورهم من تحريض تحريك الحاضنة تجاه دعم الجبهات ومساندتها سواء بالنفس أو بالمال وانطلاقا أساسا من توجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة بتنشيط الخطاب الدعوي خاصة تجاه المعركة وواجبنا نحو المعركة كمجتمع وكواجهات رسمية اللقاء الذي ناقش أهمية الخطاب الدعوي وتوعية المجتمع بطبيعة المعركة مع الميليشيات الحوثية الإيرانية التي تعمل على تجريف الهوية الوطنية وتغيير المفاهيم الدينية واستبدالها بمفاهيم معادية للوطن والتفريق بين أبناء المجتمع الواحد وهو أمر لا يمكن لليمنيين أن يقبلوه إن دور الخطيب والعالم والداعية إلى الله في مثل هذه الأحداث التي تمر بها البلاد تجاه هذه الفئة الباغية أن يؤدوا ما فرضه الله جل وعلا عليهم من البيان للناس وتبليغ الرسالة وبيان خطر هذا الفكر وكشف هذه الشبهات فإن هذه الفئة شككت للناس في معتقدها وهذه الفئة أنحرفت عن الدين وأتت بما يتنافى مع الكتاب ومع السنة ومع القيم ومع الأخلاق إيران تريد سحق الأمة العربية والإسلامية ولكن هيهات هيهات أنتنا لذلك فنحن مرابطين مجاهدين سنفدي اليمن بكل ما نستطيع بأبنائنا وبأموالنا وبأنفسنا تأكيد على واجب مساندة المعركة الوطنية والوقوف إلى جانب من يواجهون الميليشيات الحوثية في كافة ميادين الشرف والبطولة وهو واجب كل يمني حر يسعى لاستعادة دولته من الميليشيات الحوثية الإرهابية خليل المليكي سهيل في تعز قال العقيد حمود الأصبحي أركان حرب اللواء 145 إن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها غربي المحافظة وأكد العقيد الأصبحي تحرير الجيش لمواقع استراتيجية وكبد الميليشيا الإيرانية خسائر كبيرة الأشروح في جبهة مقبنة من جهدق الشيعة تم السيطرة على تبة المطاحن وحاول العدو أكثر من مرة يعني من صباح أمس حتى يعني من ليلة أمس حتى صباح اليوم محاولين استعارة تبة المطاحن والقرية النشيفة لكن بحاول الله عز وجل استطاع الشباب التبات والصمود وصد للعدو وقتل الكثير من من وصلوا إلى التبة وجثثهم برمية في الأمس جال صليب الأحمر أخذ الجثث يعني أكثر من 25 إلى 30 جثثة من المغرر بهم من الحوثيين فالشباب ثابتين صامدين ثابتين في بوت قضيتهم وعدالة قضيتهم سيرى أبناء العدين قافلة دعم وإسناد لأبطال الجنش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهة الأشروح غربي المحافظة وجدد أبناء العدين دعمهم الكامل لأبطال الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير واستعادة مؤسسات الدولة تلبية لإعلان النفير العام الذي أطلقه محافظ تعز لب النداء أبناء العدين الساكنين في مدينة تعز وقوفا مع إخوانهم حماة الديار ومحررية الأرض أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معتبرين ما يقومون به واجبا دينيا ووطنيا ومشاركة بشرف دعم حماة الجمهورية وتعد قافلتهم من أكبر القوافل التي وصلت الجبهة حتى الآن مواد غذائية وتمويلية وما توفر من دخائر فكل شيء بالجبهة له احتياج نحن أبناء العدين تكتل يفوعين والأكروف ومذيخرة جئنا نساندهم وندعمهم بالمال والغالي والنفيس ومستعدين أن نقدم أرواحنا فداء لهذا الوطن لاجتثاث العدو والجاثم على وطننا الحبيب الحوثي وإلقلابه القافلة قهد شعبي قدمت من أبناء تكتل يفوعين وكروف ومذيخرة وهو الساكنين في تعز وهو قهد شعبي للمقاتلين في جبهات الصمود وجبهات التحرير وهو استجابة لنداء النفير الذي أطرقه الأخ محافظ محافظة تعز وهذه ليست القافلة الأخيرة هذه بداية وستتبعها قوافل أخرى متنوعة بالسلاح والغذاء لأبطالنا المقاتلين المرابطين نقول للقشورطاني سيروا على بركة الله منصورين بإذن الله نحن الحاضنة مستعدين نقدم كل غالي ورخيص من أجل الناصر والقضاء على سرطان اليمن وهو الحوثي غير كذا لا نريد نريد تحرير اليمن نريد عمر واستقرار بإذن الله تعالى نريد عزة اليمن يد تقاوم ويد تدعم هكذا أطلق على القافلة التي أسر منظمها أن تصل إلى خطوط التماس لرجال التحرير فقطعت المسافات الطويلة للوصول إلى جبهة الأشروح مديرية مقبنة اللواء 17 مشاه واللواء 145 كما أن أبناء العدين مشاركين فاعلين ومضحين من أجل الدين والوطن في صف الجمهورية على امتداد خارطة الوطن واشتياقهم للتخلص من الميليشيات أكبر من أي قافلة كما قالوا هذه الميليشيات التي تعتبر سرطان المجتمع اليمني وتعتبر فيروس للتاريخ وفيروس للدين والقيم وللتقاليد اليمنية والأعراف اليمنية يعني هذه الميليشيات التي أتت بالمشروع الإيراني الفارسي الذي يريد أن يدخل المشروع الفارسي الإيراني إلى اليمن وإن شاء الله لن يكون له أي بقاء ولن تقوم له أي قائمة في اليمن الشعب اليمني يتوق إلى اليوم التي يتحرر فيها من ربقة هذه الميليشيات هذه ليست هي القافلة الأولى وإنما ستتبعها قوافل تلو القوافل من السلاح والغذاء والمونة ونقوده بكل ما نملك لأجل التحرير هذا الوطن من براثم الاحتلال الإيراني هي شراكة بين الحاضنة الشعبية ورقال القيش الوطني معمدة بالدم فالكل يجود للتحرير المقاتلين بالأرواح والدماء والمواطنون بالمال والغذاء من أجل استعادة اليمن محمد يوسف لقناة سهيل من منطقة الأشروح تعز تتصدر الحديدة المحافظات التي استهدفتها ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية بالألغام المتنوعة الأشكال والأحجام البرية والبحرية وهي المحافظة الأكثر في أعداد الضحايا استشهد المواطن شاكر محمد معوض 28 عاما متأثرا بجراحه إثر انفجال لغم من مخلفات ميليشيا الإرهاب الحوثي في منطقة موشج بمديرية الخوخة جنوبية الحديدة أثناء عودته من مزرعته إلى منزله شاكر كان واحد من قرابة 1500 قتلوا بألغام ميليشيا الإرهاب الحوثي في الحديدة إضافة إلى الآلاف من الجرحى والمعاقين في أكثر من 700 حادثة في جار ألغام تم الإبلاغ عنها منذ العام 2016 وحتى مطلع العام الجاري 2021 الأرقام هذه تشمل الأسماء المسجلة رسميا فقط وهناك حالات لم يتم الإبلاغ عنها ألغام ميليشيا الإرهاب الحوثي لا تستهدف الإنسان في البر والبحر فقط بل طالت حتى الماشية في محافظة الحديدة إذ تعتبر المحافظة الأولى في مجموع من قتلوا وأصيبوا بألغام ميليشيا الإرهاب الحوثي التنبعون الله اليوم إبطالها من قبل الفريق الهندسي التابع للعمليات المشتركة تقول الفرق الهندسي في فريق مسام لنزع الألغام وكذل الفرق الهندسي التابع للقوات المشتركة بأنها تمكنت من إزالة وانتزاع قرابة 300 ألف لغم خلال الأربع سروات الماضية بينما تقدر هذه الجهات ما زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من مليون لغم ولا تزال تزرع المزيد منها في استهداف للمدنيين وفي تحدي للمجتمع الدولي الذي يجرم زراعة الألغام ويسكت عن مرتكبيها في الحديدة عبد الحافظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في اتهاكات حقوق الإنسان جلسات استماع علنية لعدد من ضحايا الانتهاكات في مديريتي المخى والخوخة بمحافظتي تعز والحديدة واستمعت اللجنة لشهادات 29 امرأة وطفل ورجل من ضحايا الألغام واستهداف الأحياء السكنية والتهجير والاعتقال التعسفي في منطقة الزهاري بمديرية المخى ومناطق القطابة والسعيدة والمدينة بمديرية الخوخة واستعرض الضحايا وذويهم الانتهاكات التي طالتهم والآثار الجسدية والنفسية والمعنوية والاجتماعية والاقتصادية التي لحقت بهم نتيجة تلك الانتهاكات وعاين أعضاء اللجنة الوطنية الانتهاكات المرتبطة بالتعليم وأثار التفجير الذي طال مدرسة الزهاري في المخى والتي تسببت في حرمان أكثر من 490 طالبا وطالبة في المرحلة الأساسية من الحق في التعليم قالت مصادر محلية أن نقطة تفتيش تابعة لميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية في المدخل الجنوبي لمدينة إب اختطفت رئيس مؤسسة المستثمر الإعلامية وناشر مجلة الاستثمار الصحفي عبد القوي العديني وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي اختطفت الصحفي العديني أثناء قدومه من عدن لزيارة أسرته يوم أمس الأول وأودعته في سجن الأمن السياسي بمدينة إب أخلت منظمة الصحة العالمية في اليمن مسؤوليتها عن امتلاك أي سيارات إسعاف تابعة لها في المحفظات اليمنية وذلك بعد احتجاجات لناشطين يمنيين على استخدام تلك السيارات لأغراض عسكرية عدوانية من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وقال المكتب القطري للصحة العالمية في تغريدة له على تويتر إن المنظمة لا تمتلك أي سيارات إسعاف في اليمن حيث يقتصر دورها على تسهيل توريد هذه السيارات لفائدة المشيئات الصحية كجزء من دعمها المتواصل لقطاع الصحة في اليمن وأوضحت بأنها ليست مسؤولة عن كيفية استعمال هذه السيارات بعد تسليمها للجهات المعنية وكانت منظمة الصحة العالمية سلمت في مطلع العام 2020 نحو مئة سيارة إسعاف إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية لتوزيعها على المستشفيات في المحافظة الخاضعة لاحتلالها وعقب المنحة الأممية بأشهر ظهر مسلحون حوثيون على متن تلك السيارات في عدد من الجبهات أدان التجمع اليمني للإصلاح في محافظة حضرموت حادثة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين يوم أمس في منطقة ميفع غرب مدينة المكلة التي أسفلت عن مقتل متظاهر وإصابة ثمانية آخرين حالة أحدهم خطيرة وقال إصلاح حضرموت إن الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المواطنين المطالبين بحقوق مشروعة لا يحل المشاكل التي تتفاقم في المحافظة بل تزيدها تعقيدا وأكد إصلاح حضرموت في اجتماع مكتبه التنفيذي بمدينة المكلة على تضامنه الكامل مع كل مطالب الشعب المشروعة وطرق التعبير عنها بشكل سلمي والذي أصبح سلوك لدى عدد من المواطنين للوصول إلى حقوقهم المشروعة ودعا إصلاح حضرموت السلطة في المحافظة إلى تلبية احتياجات المواطنين وبشكل عاجل كسلطة مسؤولة عن مقدرات المحافظة وثرواتها وفتح تحقيق عاجل في حادثة إطلاق الرصاص الحي ومن نفذه وحث إصلاح حضرموت المواطنين على التزام الطرق السلمية الحضارية والمكفول قانونا دون الإضرار بالمصالح العامة والخاصة للمطالبة بحقوقهم وطالب إصلاح حضرموت السلطة المحلية بعلاج الجرحة وكفالة أسرة القتيل سائلا الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء وأن يخلف على أهله وذويه في ظل البناء المؤسسي الذي تشهده شبو على مختلف الصعود تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية إعادة تأهيل وتدريب لكافة الوحدات المرابطة في المحافظة وذلك ضمن جهود تعزيز أمن واستقرار المحافظة بالإضافة إلى رفض جبهات القتال ضد ميليشيا إيران الإرهابية بالقوات المؤهالة بقوة قوام 300 فرد احتفل اللواء الثاني مشاه جبلي بمدينة عزان في محافظة شبوه بتخرج الدفعة الأولى من منتسبيه برعاية كريمة من محافظ المحافظة محمد صالح من عديو هذه الدفعة تلقت على مدى 45 يوما العديد من المهارات الكتالية وعملية الاكتحام ونفذت عرضا حيا لكل ما أخذته خلال تلك الفترة عكس السلابة وقوة هذه الدفعة الموكلة بمهام حماية أرض الوطن ومكتسباته هذه الدفعة هي رافض للجيش وإضافة دماء جديد للجيش الوطني مساندا لدحر العدو وأيضا إضافة دماء جديد للجيش الوطني للصمود في مارب وأيضا في شبوه وفي كل بغاعة اليمن إن شاء الله إلى تعز العز أيضا إلى كل أنحاء المحافظات الجمهورية سترفد شبوه بهذه الدفعة بعض جبهات الكتال ضد الميليشيات الحوثية للدفاع عن حياظ الوطن كما سترفد بالبعض الآخر مديرية المحافظة للحفاظ على أمنها واستقرارها وتنميتها التي تتوسع رقعتها يوما بعد آخر أخذوا فيها أساسيات الحركة النظامية كذلك أساسيات الحركة النظامية مع السلاح كذلك قسم التدريب الناري جميع الإسلحة الخفيفة والمتوسطة كذلك أخذوا التربية البدنية وأخذوا نوع من أنواع المهارات القتالية التي هي اقتحام المناطق الجبلية وكذلك اقتحام المناطق المبنية التي هي غرف واقتحام شوارع دفعات أمنية وعسكرية تتخرج تزامنا مع حركة تنموية ونهضة اقتصادية تشهدها المحافظة لتجعلها في المرتبة الأولى من حيث تفعيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية حسن البوركي لقنات سهيل من محافظة شبوة نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قائد محور الغيظة قائد اللواء 123 مشاه اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء في خدمة الوطن وقال بيان النعي إن الفقيد كان أحد القيادات العسكرية الصادقة والمخلصة ومن الرجال الذين أفنوا حياتهم في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية واكتسباتها العظيمة وكانت له مواقف وطنية شجاعة وأكد البيان بأن القوات المسلحة والوطن خسروا برحيل الفقيد الوليدي أحد الرجال الذين ساهموا في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية وكان مثالا للقيادة والجندية في كل المهام والمناصب التي تولاها خلال حياته وعاش وفيا للشرف العسكري محافظا على العهد الذي قطعه للوطن والشعب والقيادة وشيع جمع غفير من المواطنين وقيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة جثمان قائد محور الغيظة لواء الركن عبدالله منصور الوليدي الذي وفاه الأجل يوم الثلاثاء بمدينة الغيظة أكد المحافظ بن ياسر أن الوطن ومحافظة المهرة فقدت عالما ورجلا من رجالات النضال والذي كرس حياته في خدمة وطنه وترسيخ دعائم أمنه واستقراره وقد أدى المواطنون وقيادة السلطة المحلية صلاة الجنازة على الفقيد قبل أن يوارى جثمانه مقبرة المدينة في ظل انتشار الأوبئة المعدية ضاعفت السلطة المحلية جهودها بمحافظة المهرة من خلال إغلاق الأسواق وفرض حظر التجوال الجزئي كإجراء احترازي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كثفت من انتشارها داخل المدينة إغلاق المحالة التجارية وفرض حظر التجوال الجزئي في الأسواق العامة بمدينة الغيظة مهمة تشرف على سيرها مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية هنا بمحافظة المهرة كإجراء احترازي لتفادي انتشار الأوبئة سريعة العدوى خاصة في المناطق المزدحمة تنادن إلى قرار لقناة الطوارئ في المهرة تم تنفيذ الحظر الصحي في مدينة الغيظة بمشاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية بما فيها الشرطة العسكرية والحمد لله خلال اليوم الثالث على التوالي تم تنفيذ الحظر بشكل جيد ومتاز والحمد لله المواطنين متعاونين معنا قمنا من نجول إلى مدينة الغيظة وإقفال المحلات وحظر التجوال في المحافظة وكان المواطنون والحمد لله في استجابة كبيرة وهذا يدل على أن هناك وعي كبير لدى المواطنين وفي مدينة الغيظة وكانت الأمور الطيبة إجراءات حظيت باستجابة بعض التجار والمواطنين الذين بادروا في إغلاق محلاتهم في الأوقات المحددة لبدء الحظر الذي يرافقه انتشار أمني مكثف لإلزام المخالفين بتطبيق القرار ومراقبة الأوضاع حتى انتهاء فترته اليومية نشكر القيهة الأمنية والصحية في المحافظة والسيدة المحافظ حفظه الله على أساس أصحاب المحلات والمواطنين أن نتجم بالقوانين والنظام الذي صدره المحافظ وإجارة الأمن بشأن صحات المواطنين والله بالنسبة رأينا كمواطنين نأيذ الحظر جدا ونشكر الأجهزة الأمنية بقيامهم بضبط المخالفين وضروري المواطنين كلهم يلتزموا بالحظر لما فيه للمصحة العامة ولكثرة الأمراض وانتشار الأمراض والمحافظة على الصحة يترقب المواطنون هنا تطورات الوضع الصحي بقلق وسط مراشدات للجهات المعنية بتكثيف جهودها وتقديم الدعم العاجل للمرافق بالمحافظة وزيادة أعداد طواقم الطبية حتى تتمكن من استقبال كافة الحالات المرضية التي لا تحصل على الرعاية اللازمة بحسب تاكيدات السكان أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد كلشات مع إدارة ورؤساء الإدارات العامة للمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة المهرة ناقش معهم الاحتياجات الضرورية للمؤسسة وفي اللقاء أشاد وزير الكهرباء بجهود إدارة ورؤساء الإدارات العامة بالمؤسسة العامة للكهرباء في تقديم خدمة متميزة للمستفيدين مشيرا إلى أن الوزارة لمست ذلك من خلال استمرار الكهرباء في المحافظة لساعات طويلة وربما لأيام دون انقطاع دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بتمويل من مركز الملك سلمال الإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يشمل حملات الرش بالمبيد متبكي الأثر في المديريات المستهدفة بمحافظة المهرة أشار مدير عام مديرية الغيظة سالم عوض سعدان بأن حملة الرش ستنطلق من منطقة العبري لتستهدف بعدها مناطق أخرى في المديرية لافتا إلى أن السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة في توفير العلاجات والخدمات للحد من انتشار الأمراض تفقد وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري سير العملية الامتحانية في ثانوية ومدارس مديريات وادي حضر موت وحتى الوزير العكبري الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج والدرجات المتقدمة وخلال الزيارة افتتح الوزير عددا من المختبرات العلمية وقاعات الحاسوب للمدارس والثانويات ضمن جهود تطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها نحن في وادي حضر موت ما رأيناه يجب أن نحافظ عليه هذه منجزات تعليمية وتربوية وقد حظي قطاع التربية والتعليم حقيقة بدعم ورعاية واضحة وظاهرة للعيان من السلطة المحلية بالمحافظة السلطة المحلية في الوادي والصحراء وأيضا من قيادة وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة والمكتب التنفيذي وإدارة التربية في ساحل ووادي حضر موت أيضا فنحييهم هنا ونشد على أيديهم بالمحافظة على مثل هذه المنجزات ونتطلع أيضا لتحقيق مشاريع مستقبلي ولدينا تصورات واخطط أن ننجز المزيد من المشاريع في الفترة القادمة ونغطي جميع الاحتياجات المدارس بحيث نخلق بيئة تعليمية مناسبة تساعد وتساهم في الرقي وتعلم أبنائنا الطلاب والحصول على مادة علمية والاستفادة من كل هذه المنجزات لينعكس على مستواهم العلمي والدراسي في الفترات القادمة إن شاء الله مسارتنا انتهت وعود إلى أهم علاوينها رئيس الجمهورية يثمن دعم المملكة السخي وحرصها على تحقيق السلام الدائم في اليمن الحكومة تسلم مجلس الأمن الدولي تقريرا يثبت تحالف ميليشي الحوثي مع تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين إصلاح حضر موت يدين إطلاق الرصاص على المتظاهرين ويعلن تأييده للمطالب الشعبية المشروعة للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاشتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة